اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الذين كبروا فلم يجدوا مثل هذه الاناشيد لم يجدوا الا الموت والألم والجوع والتشريد واللجوء والقتل هؤلاء الشباب الذي يبلغ عمر الواحد منهم عشرين عاما لكنه يحمل على كتفي عمر تمانين هؤلاء الشباب الذين يبلغ عمر الواحد منهم عشرين عاما لكنه يحمل على كتفي عمر تمانين عام حتى كتب احدهم حتى لا اطيل حتى كتب احدهم رسالة الى امه قبل ان يغرق وان يموت وان يتاجر به تجار السفن والبحر قاتلهم الله يقول لامه قبل ان يغرق وان يموت انا ااسف يا امي انا ااسف يا امي لان السفينة غرقت بنا ولم استطع الوصول الى هنا لا تحزني يا امي لا تحزني يا امي ان لم يجدوا جتتي فماذا ستفيدك جتتي ماذا ستفيدك الان الا ثمن الدفن والعزاء والشحن والنقل انا ااسف يا امي لانني سافرت كغيري من البشر ولم تكن هو يقول لامه لم تكن احلامي كبيرة كغيري من الذين سافروا لم تكن احلامي الا بحجم تمن علبة الدواء لمرض القولون لك لم تكن احلامي الا بحجم علبة الدواء تمن تصليح اسنانك انا ااسف يا حبيبتي لانني بنيت لك بيتا من الوهن انا ااسف يا حبيبتي لانني بنيت لك بيتا من الوهن ثم يقول لا للبحر بعدها شكرا لك ايها البحر الذي استقبلتنا بدون فيزا ولا جواز السفر ثم يقول ختامها انا ااسف لانني غرقت كأن لسان حاله يقول كم عشت اسأل كم عشت اسأل اين وجه بلادي اين النخيل واين دفء الوادي حتى يقول الى امه ردوا الى ام القميص ردوا الى ام القميص فقد رأت ما لا ارى من غربتي ومن مرادي ما عاد في اوطاننا ضوء نجم شارد ما عاد فيها صوت طير شادي تنضي بنا الاحزان ساخرة تنضي بنا الاحزان ساخرة وتزورنا دوما بلا معاد وصرخت صرخت والكلمات تهرب من فمي صرخت والكلمات تهرب من فمي هذه البلاد لم تعد مثل بلادي هذه البلاد لم تعد مثل